بس أنا عايزة أرجع لنقطة الوارا حريك ذكرتها أنه الأفضل لو الشغل بتاع الأم فيه زي كلاسروم أو كراش تسيب فيه الطفل بس هل ممكن ساعتها الطفل يبقى متعود أنه هو أتاتشد قوي بوالدته وأنه هو معاها على طول فلما ييجي بقى تسيبه في المدرسة وينطالق بقى للعالم لوحد وهي تبقى في شغلها في حتة تانية ساعتها يحس بشوك شديدة لا مش هتبقى قوي كده لسبب لأن دي هتعتبر ستيب بالنسبالي يعني فكرة أن ستيب وان بالنسبالي أن أنا بتديتها باعت شوية غير لما تبقى تشوك جمدة من أنا باعت كتير ففكرة أن هي بتبتدي تعوده واحدة واحدة أنه هو بيبعت وفيه أمان بأن أنا جنبك لو فيه أي حاجة هيجي أو كده دي بتديله طمقنينة شوية وبتخليه يبتدي بقى أن هو يسيب بقى عقليته وبيسيب عواطفه أن هي تبقى مطمئنة في المكان ده فبيبتدي أنه هو يتطمن ويرتاح فدي هتعتبرها ستيب بالنسبالي في فكرة الانفصال عن البيت بشكل أو بآخر ضمن مواصفات برضو اختيار المكان بالنسبالي بقى بعد موضوع الأكل هي فكرة القائمين على العمل في المكان ده طبعا يعني أنا ما قدرش أقول برضو بشكل أو بآخر أن هي لازم تكون تابعة أو مرخصة تابعة للتضامن الاجتماعي لأن الأسف مش بتوافر عندنا كتير كده ولكن على الأقل وبرضو ما حدش يقول لا أنا لازم أدور على حاجة تكون تابعة لوزارة التربية والتعليمي ما فيش حاجة اسمها حضانة لوحدها عشان بس أصحح الفكرة دي عشان في ناس للأسف بتغالط نفسها يا إما بتدور غلط يا إما ناس بتروج لنفسها غلط في الحضانات ويقولوا إن إحنا تابعين لوزارة ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حضانة مستقلة لوحدها تابعة لوزارة التربية والتعليم ده تصريح للناس كلها دايما مرحلة رياض الأطفال بتبقى خاصة بالمبنى التعليمي المدرسي اللي هو المستقل أريد يعني طيب في بعض طبعا الأمهات بتبقى موجودة في البيت ما بتشتغلش فتقولك أنزله الحضانة ليه ملا أخليه قعد قدامي أحسن وكده فعايزين نعرف من حضراتك هل الحضانة بتقدم مهارات غير في البيت أو بتفيد الطفل فعلا فحتى لو الأم قعدة وما بتشتغلش نهاية لازم تنزل ابنها الحضانة عشان هيستفاد من وجوده في الحضانة شوفي احنا طبعا ده مهم جدا أولا من الناحية السايكولوجية لأن احنا بنقول احنا الطفل لما بيخرج برا يعني نطاق الأسرة فجأة بيحصل له خوف أو صدمة أو يعني حاجة بتبقى مش لطيفة بالنسبة له ولذلك دايما احنا بنبقى في مشاكل كبيرة جدا من مرحلة الرياض الأطفال أو لما الطفل بيدخل كيدي وان بتبقى كارثة بالنسبة له في المدرسة أو في البيت يعني فبالتالي لا هي مرحلة هاعتبرها نهاية ترينج للطفل عشان يقدر ان هو يتعود ان هو يخرج برا سياج الأسرة دي دي أول ميزة تاني ميزة بالنسبة لي ان هو هيبتدي ان هو يتعلم بعض السكيلز اللي هي المهمة بالنسبة له اللي هي الأم مهما كان مستوى تعلمها هي برضو إلا إذا كانت متخصصة تريد أطفال ده قصة تانية ولكن مهما كان مستوى تعلمها هي برضو مش هتقدر ان هي ترقى لمستوى إزاي ان هي تنمي مهارة إزاي يعني ايه علوم معرفية يعني ايه علوم سلوكية الحاجات دي ما بيعرفهاش غير الناس التربويين طبعا الأم لازم تستفيد بالحاجات دي وتعرف تطبقها ولكن مش هيبقى عندها العلم الكافي اللي تقدر ان هي تفيد بيه الطفل بشكل أو بآخر فبالتالي الحضانة بتنمي المهارة دي عند الولاد بتعرف ايه الموهبة اللي موجودة عنده بتبتدي ان هي تستخرجها بشكل صحيح بتبتدي ان هي تديله استقلالية بنفسه بتبتدي ان هي تديله ثقة أكتر في نفسه لأن معروف دايما ان الام دايما كل حاجة عندها حلوة وجميلة والله وبروفو نطيفة لكن فكرة ان هو يتعود على ان هو ممكن يخفق مرة وممكن يدي يعني بلاء حسن في عمل اللي هو بيعمله مرة تانية دي بتخليه عنده فلكسابالتي شوية في تقبل ان هو ممكن يعمل حاجة صحة اه بالضبط ان هو يعمل حاجة صحة او ان هو يخطئ ده عادي جدا ووجوده كمان مع الاطفال ده بيفيد برده اكيد بصي هو الكميونتي بتاعت وجود الاطفال دي احنا بيقول عليها في علم النفس اللي هي جماعة الاقران جماعة الاقران دي بتمثل جزء من الكاركتور بيلدنج او من بناء الشخصية بالنسبة للطفل فبالتالي لازم اخد بالي كويس جدا ان ما ينفعش ان دايما يعني احنا بنتواجه الاسعب في المؤسسات التعليمية بفكرة ان طفل كبير على سنه وبنسمع دي كتير اوي الناس كتير بتفرح اه والله يصل هو متربي في وسط كبار وبتاعه بنفرح الولد كبير البنت اللي دي لا يا جماعة هي دي ما تعتبرش ميزة اوي لان كل فئة عمرية ربنا سبحانه وتعالى حباها بخصائص معينة لو الطفل ما استمتعش بيها في وقتها بتنقص منه نفسيا بعد كده في المستقبل هي بقى لما يكبر عايز يعيش فترة فاتت طبعا طبعا